اشتركوا في القناة وإني أصبحت أعيش حياة لا تطاق صياح أطفالي وشجار زوجتي مع أمي وغضب حماتي من أمي فماذا أفعل لتتحسن حالتي فكر جحا مليا ثم قال له أنصحك أن تشتري حمارا واجعله يعيش بينكم في نفس الغرفة وعد إلي بعد يومين فعمل الرجل بوصية جحا ثم جعله فجاءه بعد يومين مفزوعا قلقا يقول زاد حالنا سوءا يا جحا فنظر إليه نظرة الرجل الحكيم وقال له اشتري خروفا واجعله يعيش بينكم في نفس الغرفة ثم عد إلي بعد يومين لأنظر حالتك فجاءه الرجل بعد يومين بوجه كئيب حزين كأنما يحمل هموم الدنيا على كتفيه وقال له بصوت متحجرج الحال يزداد سوءا يا جحا فقال له جحا اشتري دجاجا واجعله يعيش بينكم في نفس الغرفة وتعال بعد يومين فجاءه الرجل بعد يومين وقال له لقد أوشكت على الانتحار من شدة ما أقاسه يا جحا فقال له جحا اذهب للسوق وبيع حمارك وعد إلي بعد يومين فجاءه الرجل بعد يومين وقال له الحال تحسن قليلا يا جحا فقال له جحا اذهب للسوق وبيع الخروف وتعال بعد يومين فجاءه الرجل بعد يومين وقال له الحال أفضل كثيرا الآن فقال له جحا اذهب للسوق وبيع الدجاج وتعالى بعد يومين فجاءه الرجل بعد يومين وقال له لقد أصبحت في أفضل حال الآن يا جحا فقال له جحا احمد الله ولا تكتر الشكوى هكذا تدار كل الأزمات في الوطن العربي عند الأزمات يتم اختلاق مشكلة أو مشاكل جديدة ثم يتم التفاوض عليها وبعدها يقولون احمد الله أنكم أحسن حال بكثير من ذي قبل وأنا الكثيرين يحسدونكم على وضعكم هذا ويتمنون أن يعيشوا مثلكم احمد الله ولا تكتر الشكوى انتهت القصة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والنقر على الإعجاب ليصلكم كل جديد في أمان الله